إلى الصحيفة السابعة الخمس ومنظومة طيب الولادة الحديث الجوهر في الموضوع هو التوقيع الشريف توقيع إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 512 ما جاء في التوقيع الشريف الذي يبدأ في صفحة 510 بالرقم الرابع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث شرحت لكم مضمون هذا التوقيع وفرعت ما فرعت من المسائل ومن التشقيقات الاستنباطية لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة تختصر لنا موقف المذهب الطوسي من إمام زماننا بنحو عام ومن موضوع الخمس بنحو خاص زمان الحسناوي من خطباء النجف على المنبار بيده الكتاب ويقرأ من الكتاب وليس من حافظته أو ذاكرته من الكتاب يقرأ ما جاء من كلام مذكور في توقيع إسحاق بن يعقوب يقرأ هذه الجملة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران لكنه يبدو كان غافلا من أن العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ما إن رآها حتى قفز قفزة وذهب إلى الكلام الذي جاء بعد هذا التعبير الواضح الذي كتبه إمام زماننا بخط يده قفز قفزة واضحة جدا وانتقل إلى فقرة أخرى ولم يقرأ ما كتبه إمام زماننا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف رجاء اعرضوا لنا الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نعم وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قفزة قفزة واضحة هو يقرأ في الكتاب وبين يديه التوقيع الشريف بكامله فلما وقعت عينه على كلمة وأما الخمس ارتبك وقفز إلى العبائر التي تأتي بعد الكلام المذكور عن الخمس في التوقيع الشريف رجاء أعيد بث الفيديو حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذه الحالة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هذه اللقطة تمثل واقع المؤسسة الدينية الطوسية في الضحك على ذقون الشيعة لقطة بسيطة وصغيرة لكنها تحدثنا عن مضمون وحقيقة المؤسسة الدينية الطوسية في النجف وكربلع كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما في الجنان ما في الجنان ما في القلب يظهر على فلتات اللسان فما في جنان هذه المؤسسة الطوسية يظهر على هذا الخطيب أو غيره فهؤلاء الخطباء يمثلون هذه المؤسسة القذرة هذا هو حال خطبائها وحال خطبائها يخبرنا عن حقيقتها عن حقيقة هذه المؤسسة النجسة أنني أتحدث عن المرجعية الطوسية في النجف أنني أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربلة لمرة ثالثة أعرض لكم الفيديو كي تتأكدوا من الموضوع بدقة وبوضوح وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هكذا تحرف الحقائق شيخ زمان الحسناوي ليس مهم إنه معمم صغير معمم على الحاشية لكن تصرفه هذا يكشف عن واقع المؤسسة الطوسية القذرة هكذا تحرف الحقائق وهكذا يحارب حديث العترة الطاهرة بمختلف الأساليب وعلى منبر العترة الطاهرة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعل منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث نذهب إلى فاصل لشيء لشيء لشيء